اشتركوا في القناة بعثيون من العراق اغتالهم صدام حسين هو يتحدث هكذا العنوان لكن في المتن سنتعرف على الوثائق ونتعرف على الخلفيات وعلى الشهادات التي وردت في هذين الكتابين مرحبا بك احلينا حسين سيدنا عزيز يعني هو العنوان ليس قاسي اغتالهم صدام يعني لو شوية مخفف من هاي يعني بعثيون تم اغتيالهم يعني انت ما عندك شي قطعي بالوثيقة انه جميعهم كان صدام حسين وراك ولي اغتياله اول شي بعثيون تم اغتيالهم او اغتيلوا بعثيون واغتيلوا في العراق اغتيلوا اذا ندخل بهتش عنوان اغتيلوا بالعراق معنى ندخل البعثيون اللي اغتالهم الخصوم السياسيين وانت لقدام قدمت الاستنتاج لقدام للقارئ كأنه انت لقدام مسلم صدام حسين اغتالهم غير توصل بالوثيقة بالمنطق بالحجة دكتور بالنسبة للعنوان العنوان لازم يكون المدخل مالته المدخل مالته يعرف القارئ لماذا يسمى عنوان يعرف القارئ ما هو الذي سيقر ايه وظيفة العنوان ان يعرف القارئ ولكن ليس بهذه الطريقة المباشرة يعني انت لقدام سلمت وطيت بدهين يصدام اغتالهم انا البعثيين الذين ادرجت اسماءهم بان اغتالهم صدام جمعت عنهم معلومات فكان تسليم العنوان ضمن جمع المعلومات ضمن جمع المعلومات يعني انا لم ابدأت مقالة تجريبي انت كما يعرف حضرتك الكتاب ببداية يصير عنوان او اشيء تجمع المادة ثم العنوان تم اكمال المادة وتنقيحها فبدأنا لا لو كان العنوان بعثيون اغتيلوا في العراق بعثيون اغتيلوا في العراق راح يشمل البعثيين اللي اغتالتهم المعارضة العراقية لا المشرط لا العنوان يجب أن يدل على ما يقرأ القارئ يعني البعثيين اللي اغتيلوا بالواحد والتسليم وليش ما سويته بعثيين حتى تكون أكثر حيادية وأكثر موضوعية بعثيون اغتيلوا في العراق لا تخليهم بس اللي النظام ترط بهم ومن يقول أنا بمشاريع القادمة أن ما راح أكمل هاي التجربة هذا شأنك المهم خلينا بالنسبة للبعثيون احنا حاولنا أن نحصر البعثيون المدنيين والعسكريين هاي النقطة الأولى والبعثيين الذين صفوا في المراحل بعدين نفرد لهم كتاب إذا الله جعلنا من الأحيان دعنا نبدأ بالبعثيين المدنيين أول واحد نتذاكر حارث ناجي شوكت البعثيين احنا بدأنا بالتسلسل الزمني من الذي أغتيل فبدأنا بحارث ناجي شوكت حارث ناجي شوكت حارث ناجي شوكت أصلا في بداية وصول البعث إلى السلطة شون الوثيقة وشون الشهادة وليش حارث ناجي شوكت هو تمت تصفيته من داخل الحزب والحزب اتهمت طبعا هنا الشهادة هي شهادة طاهر توفيق العاني عندما أنا تواصلت معه وسألته قلته هناك آراء تطرح على اغتيال حارث ناجي شوكت أول شيء ما عنده خلاف عشائري مع جهة أو ما عنده خلاف حزبي فإذن من هذا المجال هو مستقيم هنا الخلاف كان داخل الحزب هل الخلاف في داخل ما مستوى الحزبي كان هو؟ كان عضو قاعدة يعني عضو بصير أين خطورته؟ خطورته هنا أن البعثيين اتهموا بعض البعثيين قال أنه هو اللي بلغ اشتغل جاسوس للسلطة كما يقولون وبلغ على وكر الإعطيفية ابن ناجي شوكت نأب رئيس قطعا نأب ولكن هو كان ليس عمره شاب أعرف أعرف هاي أصبح التفسخ السياسي الأباء شيء والأبناء شيء فلذلك هذا الشخص هو كان بعثي فاتهموا البعثيين بأنه هو الذي بلغ على وكر الإعطيفية هذا القبل الإنقلاب بيومين أو ثلاثة بشباط اللي هو وكر كان يجتمع به البعثيين هو بيت طالب شبيب وجماعي أي تقصد أي يوم ثمانية شباط قبل ثمانية شباط قبل ثمانية شباط قبل يومين وثلاثة من ثمانية شباط كان البعثيين مجتمعين كما ينقل حازم جواد في مذكراته اللي نشرتها جريدة الحياة يعني صحيفة الحياة اللي غسان شربه التقبي وأيضا طالب شبيب مذكراته حوار الدم حوار الدم عراق ثمانية شباط اللي كتبه علي كريم هو هي يعني هاي المذكرات احنا إذا نقف عندها بأقل من دقيقة ما يكون مذكرات يكتبها شخص على اللسان شخص آخر على اللسان شخص وإذا كان الشخص هو سكران احنا نتجو السائل على القضية يعني هو يشرب ببيته يعني علي كريم سعيد بدمشق ويروي روايات يعني يقول كل الموجود لذلك أنت كأكاديمي هنا وكأعلامي كأكاديمي الآن مثل ما اعتراض على العنواني خلينا نتماشى حسنتها كانت لغتها جميلة مكتوبة بلغة جميلة ونحن ما جاي نكتب أدب لذلك هذه وزائدا إن هاي المذكرات الاعتراض الأساسية هوامش بيها هوامش انت شايف مذكرات بيها هوامش ممكن ويطيني مذكراته واحدة بيها هوامش لا يعني ممكن هامش توضيحي ما بيها شيء توضيحي وليس زخ معلومة هامشي لو أضيفة علي كريم سعيد أدلى برأي قبال رأي مو بالهوامش لو أنا مشتبه أدلى برأي وتجاوز حدوده المهم هذا الوكر بال63 دوهم واعتقل به مجموعة من البعثين طبعا طالب شبيب رايح مدش يجيب ويجي فأثناء ودهمة الوكر هو كان شون بباب الدربونة ما الوكر البيت العطيفية فانهزم احتقل به علي صالح السعدي وبعض البعثين وألحقوهم بعدين بسجرقوا ما أحد يلبي مسجون عبد العزيز الدوري كان في وقتها ومجموعة من القوميين اتهموا البعثيين بأنه هو اللي بلغ على وكر العطيفية لأنه هو الوحيد اللي كان يعرف بهذا الوكر لأن البقية هما احتقلوا وطالب شبيب بالأصل هو ما يبلغ على بيته وتجي هنا من الذي اختاله البعث ذكر يعني اللي اختاله هو صدام حسين طبعا طاهر توفيق العالي 68 صدام حسين قبل بعد الانقلاب مباشرة بعد 68 بعد الانقلاب بعد 17 تموز بعد 17 تموز لأن حازم جواد ينقل الغسان شربل وكان يذكر له بأن الرجل اختيل وصدام يقول أنه متعطش للدم وهذا تعطش للدم يعني ما خلاه يصبر على هذه الحادثة بس هو ما يقول على وكر العطيفية جماعة يذكرون من الكتاب عن وكر العطيفية بينما هو يذكر أنه اتمنه على أموال للحزب ولما اعتقلوا البعثيين بأيلول بالأربعة وستين هاي الأحداث ما لأيلول أربعة خمسة أيلول رفض تسليم الأموال قال صدام أنطتك الأموال وهي أموال الحزب حزب البعث يعني هو حارث رفض حارث قال لا أنطيك الأموال كيف تسوي سوي هذا نقلا عن حازم جواد أنا سألت الطاهر توفيق العان هنا الخلاف ثبت تأريخيا بأنه هو داخل الحزب ليس خارجه ولم تتبنى جهة إنه أغتيل خارج شنو الديل على أنه يعني الأجزة الأمنية أو الحزب اغتاله شنو طاهر توفيق العان إلى الرجل هو كان على رأس الهرم قال اللي اغتال الحزب ليس كل القالة طاهر صحيح طاهر ما حكالي بالمذكرات مالته حكالي إلي لا هو الرواية التي يتفق عليها إنه لديه خلافي داخل الحزب أقول لك نحن نحتاج إلى صحيح ثالث صحيح البخاري وصحيح مسلم نحتاج إلى صحيح عن التاريخ المعاصر ليس الخصم هو الذي يشهد طاهر توفيق العان لم تكن لديه عداء معه لا مع البعثين الآن هو يعتبره خصم لا مع أحارث مع أحارث مع أحارث ما أذكر لي هو كان لديه خصومة أيضا مع صدام ولكن قال لي لي مو صدام اللي اغتاله قال الكلام مو صحيح اللي اغتال بعثي في شعبة الرصافة من هو ما قال اسمه قال لا جنبني المسائلات القانونية وأنا أيضا يعرفه هو لا يعرفه الشخصية قال العضو بالحزب ليس صدام الذي اغتاله لماذا تكتب اغتالهم صدام؟ هو مو صدام اغتاله لا هنا هنا أنا رديت على حازم جواد هنا هذا الكتاب لا لما طاهر توفيق قال لك مو صدام اغتاله هو مو صدام لذلك أنا ذكرت أن حازم جواد ذكر أنه صدام هنا طاهر العاني يقول التوجيه مو من البعثي اغتاله التوجيه يجه من فوق من فوق منية من فوق قطعا البكر قال ما لعلاقة هنا البكر قال مو يم القضية مو يم البكر القضية إذن يم من من كان مسؤول على المكتب العسكري أنا أسئلك من المسؤول على المكتب العسكري وين اغتاله وشلون خلفيات اغتاله اغتاله هو يعني هنا أول بداية يعني الانقلاب البعثيين من داهم السيطرة على الحكوم بهذه الفترة يعني بعد أعتقد ما يعني بأجواء بالأجواء نضرب على موت شنو ما تنحسب قضية قلت للطاهر العاني قال طاهر العاني هو هم أيضا اشتقل بالقضية لماذا ما حاولت اتصل بأحد من عائلته تسأل عائلتنا حاولت أن أتصل ما ما حصلتهم هم غالبيتهم الآن في خارج العراق القضية أن هو صفي على هرم السلطة ولم يكن لديه خصومة معه إلا صد طيب جبار كردي جبار كردي هو بحثي قديم يعني من أيام 63 لأن أنا من مرت بالحرس القومي ومرت جبار وستار وفتاح وبقية أخوتهم هم ناس كرد فيلي شون سبب اغتياله شون خطورته سبب اغتياله جبار كردي بالأصل حتى الناس يعرفون لي أن الناس يعرفون جبار جبار كردي بالأصل أكو خصومة كانت انتموا للبعث هو وأخوه والدهم كان تاجر بس ما ما كانوا محتاجين انتموا كأنتما وهو يعتبر من الشقاوات جبار ستار أكو شخص يلقبوه بطلقة هذا الشخص رادي يعتقل الحرس القومي على رأسهم كان في 63 محمد فاضل محمد فاضل اللي أعدم بال ويناظم مقزار اللي يسمونه يلقبوه أبو الكبة أنا رجل كان فقير وقصير قام ويشتغل موعي بالعمل فقال له ما أعطي هو ألاد بستار ستار يعرف فقال له ما أعطي صارت مشادة البعثين حاولوا يحجزون بيناتهم في وقتها كان المسؤول على الحرس القوم وفي ذلك الوقت الشخص يسمى ما معروف كان عزة إبراهيم الدوري عنده كلاش نكوف رادي يضربها فوق ويقال سددها علي أو فلتت ضربه ستار كتلته أصبحت العداوة الآن بين جبار ومنه عزة وستار عفو بين جبار وبين محمد فاضل محمد فاضل في 68 عضو قيادة دخلوا البعثيين عضو قيادة قطرية دخلوا البعثيين وأرادوا البعثيين أن يحلون المشكلة تدخل البكر صارت حادثة ساحة السباء بالتسعة وستين لما الشيوعيين اللي يقال إن البعثيين 68 صارت 69 69 لا لا مو 68 بالتسعة وستين صارت تدخلوا بها ثنين أو ثلاثة ثلاثة ونجرحوا وأكوا أصابات كانت ببقتها بليغة يعني ما نشوفها إلا بعد فترة أنا أعتقد أن يقولها حسن عاكف اللي موجود الآن عظمك في الشياء أحد قالتها أعتقد بعد أنت أطاكوا الصورة حسن عاكف القضية أو ما بها البعثيين ما نطلوا توجيه ظاهر بس قضية أمنية فحكوا يا البعثيين القيادة قالوا بقت حجز ولكن حجز في السجن بصفة دشنو لكي يحمونا من الشيوعيين لأن كان الوضع يعني قبل ما بعدين شون نغتالوا ما هايذا القصر لأنني نستمر بها راح نغتال الاغتيال باثنين وسبعي هنا بقى الخلاف بين محمد فاضل وبين المجامع الموجودة هدد هو بالنسبة هدد صدام حسين يعني قال لأ أنت محمد فاضل ما تصير إلى جنبه أنت تصير معنا من هدده يعني جبار كردي هدده قال لأ أنت كلفتني بقضايا هواي وأنا سويتها إليك يعني معناها شنو القضايا شنو أكشفها أنت قال لأ أنت والبكر متبنينة كان يعتقد بأن حزب البعث جبار كردي هو مثل الـ 63 لما هم يترجون ويترضون بالكرادة أعتقد بالكرادة داخل أكو صبي عمر 15 سنة جبار كردي كان يقود السيارة يعني فأثناء يعني شنون السيطرة أو السيارة طسس غيرها توقف ضربها طلق أخوته سووا مشاكل قطعوا أحد الأحياء ببغداد لأن هم بالأصل ذولة طريقتهم طريقة شنون الشقاوات هم بالأصل شقاوات وعدهم وليدعمهم وأقاربهم فقاد هذا الأمر هو فتاح فتاح كردي أخو لماذا لم تتصل بالموجودين منهم الموجودين دكتور مثل حضرتك أنت جاي بعض مرات تتصل مع أشخاص يرفضون يرفضون الصراحة أقول لك أنه رفض قل بعدين تكمل القضية أما بها إجت قوة داهمة القوة على رئيسه أحد مدراء شعب الأمن لأن الأمن بها شعب فبالنسبة إلى داهمة والبيت اللي بي فتاح من النهزم والصدام انضرب طلقة أو طلقتين اللي كشفوا عننا قالوا أنه جلسة القرفصة نحن نسميه شون يعني يرفض قاعد بحيث هذا الشخص اللي يموت يقتل أو يتوفق هو بوضع غير طبيعي هاي من الصعب أنت ترجع رجليه وإيديه لذلك وبعدين هذه العائلة فتاح الكتن الكتن فتاح ويا مجموعة اعتقلوا أخوته الزغار بذلك الوقت الزغار هم 57 56 اختعمت فهي خابرة الصدام لأن لها علاقة بي واحد بالبيت قالت له طينا الرقم وقبل الاتصالات ما كان الصعبة بذلك 72 73 قالت له نحن ما ضل بالبيت فقط نساء وطلحهم ستار قتل بذلك 63 جبار بذلك 72 فتاح الآن أختي لأولد عمي وأنا زوجي أيضا نحن مزوجين واحد من زوجة طلحهم طلحهم توفوا بسمثال يوم أو كذا بينما هم صغار يعني سبع وخمسة بني بول بسمثال يوم كل اللي قرأتها لم يختلف أي أي شخص أو أي صحيفة أو أصلا هاي المعلومة الوحيدة اللي ما شفت بيها خلاف هاي المعلومة نحن سبتنا حكينا على بعض القضايا من تناولنا نحن دكتور نعرض التاريخ نحن حكينا قبل شوية عبارة عن وجهات نظر ولكن مو مجازية هاي القضية الوحيدة مع الجبار كردي وستار كردي كأنك انت صائقها بشكل متسلسل ما وجدت به بالعكس هذا الموضوع أصلا حتى بالتنقيح مصاب القضية هم كلفوا بقضايا قتل لأن حزب البعث الشقاوات كما تعرف النظم يعني سنطبق عليهم بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين ولو بعد حين طيب خلينا نجي شخصيات معروفة أكثر يعني نعم شفيق الكمالي نحن قبل شفيق الكمالي أحمد العزاوي أحمد العزاوي في ليح حسين الجاسب في ليح أحمد العزاوي أبو الجبن هو عضل قيادة العام من الحرس القوم كان وهو الذي ساهم بضرب الشيوعيين بشكل كبير يعني وأحداث حسن سريع وحسن اسريح هو بالعامية اسمه حسن اسريح عسكر رشيد أبمان معسكر رشيد هو اللي بلغ حازم جواد ووالتهم بعدين شون هذا بالثمانية وستين بالأربعة وستين نشق البعث فهو حسب على جناح من على جناح سوريا على جناح حافظ الأسد والجماعة البعثيين دزولة ناس جناح البكر تلك الفترة دزولة ناس ونحن رح ناخد بالبعثيين العسكريين عبد الكريم مصطفى نصرت حسب على جناح سوريا ويا العزاوي القضية وما بيها ما اقتنع قال لهم احنا أكثرية لأن حسان السامر رائي قلت لأنت محسب على جناح البكر من الأكثر قال لي بابا الأكثر هم مو احنا قال هو احنا تشلنا وياهم قال احنا عزيز الحسيني يقلك كانت تسمى المجموعة المحسوبة على البكر بالمجموعة التكريتية يقول لي ايش نسميها مجازا لذلك بعد 68 طلع إلى سوريا طلع إلى سوريا لأن وجد نفسه بأنه سيصفى ويصفى جناح سوريا بشكل أساسي متى تم اغتياله اغتياله في بداية السبعينات تقريبا 74-75 وين اغتياله كيف اغتيال في دمشق يقال اغتيال في في الغرفة مالتة طبعا أصبح عضو قيادة قطرية وقومية على سوريا حسب وأسس بعدين قبلها أسس حزب تقريبا ما نجح بس هو يعني فترة الانشقاق أصبح عضو قيادة الوثاق شو تقول منه نفذ الاغتيال المخابرات العراقية نفذت الاغتيال ولم ينفي البعث مو لم ينفي البعث ذلك هو أصلا حشد بشكل أساسي الإسقاط نظام حزب البعث وكان هو خصم عنيد وما هو اللحو بدمشق دمشق أنا قل لك شلو اللحو دمشق أصلا هو سؤال اللطرح نفسها هل دمشق كانت قاعدة أمينة للاغتيالات حزب البعث في سورة كان مخترق تحسين معلى يقول فيه مذكراته من الذاكرة نشتها الصباح الجديد أستاذنا سيف الدين الدوري هو اللي قدمها يقول أنا قابلة حافظ الأسد بسكته يعني من الكويت تحسين يقول تحسين حافظ الأسد إلى سورة يقول وقابلني أعتقد باللاذقية ما أحد يعرفينه يقول رجعت إلى الكويت يقول بلغتنا المخابرات العراقية قال لي ها شنو يعني بالتعبير العام أنا حاول أصيخها أكثر الأصدقاء يقول أنت ما تحكي فصحة حين لا أحكي عن مية لا أحكي أقرب إحنا قلنا لهم إحنا نحكي للناس يعني وقال فصحة هو الكتاب بالفصحة قال لها شنو أخبار التآمر مالتك يعني دزول المخابرات يقول لهم المخابرات قال أنا التقيت برئيس دولة وأمين عام للقيادة القطرية أمين سر أي مختلف عنهم منشق عنهم يقول شوان عرفوا اجتماع سري يقول أنا اللي نظم الاجتماع أعتقد مديري المخابرات ما أكو شك مخابرات علاقية قوية إذن مخترق إذا هو اجتماع سري عرفوا بي لذلك كان مخترق صفي إحنا حكينا بالفاصل سبب تصفيته وكذا ودخلنا يعني بكذا نرفع الاسم لمحاذير يعني القضايا خلافية بعدين نجي إحنا للذين أريدوا أن يصفوا أكو بيهم انهزمة وتحسين معلة من علاقة نحذة بالوقاع اللي حذت انهزمة نجي لفليح حسن جاسم فليح حسن الجاسم فليح حسن الجاسم هو معروف عضو قيادة قطرية شكلت محكمة خان النص لا هو قبل هاي كان وزي صناع هو الرجل من الجيل البحث القديم بالسبعة وسبعين بالسبعة وسبعين إحنا ما ننخوض بقضايا طائفية ولكن بالسبعة وسبعين أصبحت هناك زيارة مسيسة معروفة خان النص ولكن كان مخطط إليه منين مخطط حسن شبر في كتابه عن تاريخ حزب الدعوة الجزء الثاني يقول أن حزب الدعوة كان إلى علاقة يعني الدولة محقة كانت بمعنى يعني محقة محقة مو في ضربهم بس محقة أنه هناك خطر عن نظام لا خطر بلا إشكال صدام قل للبكر هذا الشعب ما يريدك أيات جمال الدين يقول أنا صغير وكنت أهتفه يهم أيات أيات جمال الدين أنا لو قالي لم قال لو سامحها لأن هنا تراكم أحداث هائل يعني مو زيارة شعبانية عفوية زيارة شعبانية عفوية لا هتافات هتافات كان بقتها محافظة النجف أعتقد عبد الرزاق الحبوبي لو جاسم الركابي لا أعرف أعتقد جاسم الركابي جاسم الركابي جاسم الركابي اجتمع بالمواكب أو ينقل حسن شبر فيه كتابه عن حزب الدعوة تاريخ العراق السياسي وحسن شبر عنده الصراحة عالية رافع سقف الصراحة ويقول قللهم أنتم جماعة المواكب نحن الآن لا نبرر للبعث جاسم الركابي هو شيعي من الناصرية شيعي من الناصرية وحسن العامري من الشخصيات المعتدلة طبعا وحسن العامري الذي وقع على أعدامهم الذي وقع على أعدام المنتفضين بال77 هو شيعي حسب ما سمعت على خلاف عزة مصطفى العاني وهو سني رفض ومعه في ليح حسن الجاسم وهو سني إذن ليس معادلة طائفية تاي عبد الكريم يقول هو اللي كبه دورة الطبخ والهريسة هو حسن علي حسن عامري أعتقد هو المشكلة أن شيعي وقع على أعدام الشيع والسنة رفضوا هاي إشكالية الطائفية الآن اللي ظهرت نحن ما نقول موقع طائفية بحيث يقول أنا أكتبت قصيدة على التهكم تايح بحواره بالبغداد تذكروا أم أنت لا تذكروا سكبت الهريسة يا كافر هو تاي يقول نداولها صحيحة مو بس الإشكال مو بس الإشكال الإشكال أن رئيس مجلة ألف بائل هو شيعي وسيد حسن العلوي ما أدذا هاي تبقى أو تسبب لك إشكال الإسم يعني يصف بشاعر شاعر خان النص بأنه شاعر المثلية يجتمع وهو شيعي يعني كان متحامل حسن العلوي وثم حسن العامري على شيعة وبينما سنة كانت غير متحاملين بدأ الهتافات إذا تقرأ سياسيا الهتافات كانت كلها منظمة هذا لا يعني أننا نؤيد النظام لا نرفض هاي الإجراءات لا لا نريد نوصل لحقيقة إنه لم تكن عفوية لا لا ما كان عفوية وإن إجراءات النظام كانت إجراءات استباقية دكتور عبد الحميد أنا حكيت وياك أمس لما كنا نحكي قلت لك أنه ليس كل القضايا التي تهم بهذا النظام يعني ما مخطط يعني مثلا إحنا أجوز من المرهسة هي هاي بالأصل كان لها أصل الاحتدام الأصل كان ما للتسعة وستين لما مهدي الحكيم سيد مهدي الحكيم ما الشاه ما السافاء أكل مهدي الحكيم لما لما نفو كثير من الإسلاميين بأن مهدي الحكيم ما كانت لعلاقة مع الشاهرة طلعت تظاهرات سيد مهدي مجاسوس أسمعي الرئيس بيها البكر لما بالتشيح لا عبدالغن الراوي في مذكرات نشرت الحياة وقلت لك موجودة نصا وأنا التقيت بأحمد تشلبي في حوار قال رحنا أنا وسعد صالح جبور وواحد من بيت الصدر وعبدالغن الراوي ومهدي الحكيم رحنا التقين بنائب السافاك لا لا هذا اللقاء اللي التقى بنائب السافاك منه اللقاء بأحمد تشلبي عبدالغن الراوي في مذكرات نشرت الحياة نشرت الحياة نعم تقريبا ثلث حلقات أو أربعة عبدالغن الراوي يتكلم بدأ من ثمانية وخمسين العفو من وجوده لثمانية وخمسين فصعودة عبدالغن الراوي ينقل ليش أنا قلت لك هاي جذور بالسبعة وسبعين بفليح حسن الجاسب يقول إحنا التقينا التقينا بي من التقينا بشاه إيران من اللي التقى بشاه إيران مهدي الحكيم مهدي الحكيم عبدالغن الراوي مهدي الحكيم ومعه شخص كان بالأخوان المسلمين الآن ما يحضرني ما يحضرني اسمه يذكر راشيد الخيون في كتابه عبدالكريم زيدان لنمو عبدالكريم زيدان الآن هو موجود في الولايات المتحدة الأميركية هذا كان لصيق عبدالغن الراوي والشخص الثالث هو مهدي الحكيم والشخص الرابع سعة الصالح جبر والشخص الخامس من بيت الصدر ذول الخمسة يقول حتى ذول الثلاثة سعة الصالح جبر ومهدي الحكيم وهذا الشخص من بيت الصدر قال نحن قاعدين بمكان يعني ببيت فيقول هم جلسوا بعدين في قصر منيف وضع لهم الشاه طبعا بالنسبة الشاه لماذا تعامل كان يتعامل مع سيد مهدي الحكيم على أنه ابن مرجع واجب الطاع لأن شاهيران شيعي والإمام محسن الحكيم لا يقربوا لا يتلفقي فيعتقد أن الشاه حتى من توفى سيد محسن الحكيم في سنة السبعين النظام الشاه وضع حداد يعني فالتقوا وجرت عملية انقلاب وعمية الانقلاب كانت جذورها في بغداد ولمعلوماتك دكتور حميد عبد يعني لنوصل نتيجة النظام السياسي بالعراق كان يعرف من لاحق مهدي الحكيم طوق على بيت أبو بالتسعة وستين أعتقد كان معلوماتك له وشنو محق هو أصلا مهدي الحكيم مراد يعتقله عندك علم لولا يعني كانكم بناء على معلومات وليس عن فراغ خير الله طلفاح خير الله طلفاح خير الله طلفاح قال هناك شخصان من زار سيد محسن الحكيم إلى مقر إقامته وكان ويا حردان التكريتي وأعتقد كان وياهم حمد الجبوري أو ما موجود بس حردان قال له هناك متآمران الدولة اعتقلت شخص وبقي شخص من هم متآمر من اللي اعتقلته رشيد مصلح التكريتي سألت وائل ابنه وائل ابن رشيد مصلح قلت له من يوم تتمتد علاقة والدك مع سيد مهدي الحكيم قال من قبل 68 كان يزورنا بالبيت وائل شغل عمره وائل موادب كان واحد وخمسين كبير يعني وائل الزغير وائل غيرها لا قصد شهادة يعني لا ينقل أن أنا كبير من كان يلتقون هو ندعو الأخواء للشهادة هذا المنبر مفتوح أيضا هذا المنبر مفتوح الدكتور والطبيب وائل رشيد مصلح التكريت أي شخص عده شهادة بصرف النظر عن توجهة بصرف النظر عن معتقدة بصرف النظر عن انتمائة ما عدنا ما عدنا انحياز لأحد قطعا منبر حرية هذا هذا منبر حرية لذلك وائل قال سيد مهدي كانت لعلاقة عبدالغن الراوي يعني عدام رشيد مصلح لهذا السبب هذا أنا الآن ما أعرفه لأن وائل يعني نحن ما ندخل برشيد مصلح لون نتركه لا لا خلي أترك رشيد مصلح هذا ليس موضوع السؤال 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 أنا دليل ما عندي ولكن الآن أنا من أجمع سيد مهدي الحكيم يزور اللواء الراح الوزير الداخلية قال هم قال هناك متآميران الشخص عدمت الدولة والشخص لم تت الشخص اعتقلت الدولة والشخص لم تعتقله إكراما لعيون آخرين ما حكى بعد من هسنا وصلنا لك فالدقيقة من طلع التفى السيد محسن الحكيم إلى سيد مهدي قال من يقصدون قال يقصدونني طبعا أكو رسالة ما الماجستير انكتبت عندي أنا نسخة منها عن حياة سيد مهدي الحكيم وهذا لا يعني إن سيد مهدي الحكيم عميل أو جاسوس هو يعتقد أن أنا استعين بشخص هو موالي لمرجعيه سيد محسن الحكيم في سبيل ضرب نظام يعتقد بأنه ديكتاتوري فاجتمعوا على هذا نحن مو بصدد التوصيح صدد تتبع الحقائق مو إحنا تتبع الواقع يعني مو إحنا دكتورنا العزيز ما نريد يعني دكتور حميد عبدالله إحنا هذا التبرير ما نريد ندخل به ولكن إحنا راح ندخل به وراح تنشر الحلقات راح يبسطون بنا شتايم إحنا نتحمل خلي بسطون شتايم بس أكو أكو شغلة لازم إحنا نحكيها ولقض شتمت الرزق حتى أدخمت آذانه والرزق باقي مزمع خلي إنت لما خبرتني قلت لي شون البصرة قلت لك شبعان شتايم قلت لي أنا مبسطين بك أكثر مني قلت لك إذن نطلع بالحلقات ونشتم نشتم مهدي الحكيم منطلع طلع إلى مهدي الحكيم هو اسمه محمد مهدي الحكيم مثل محمد مهدي ومحمد باقر هم اسمها مركبة مركبة أهل النجف يبدون من الاسم الثاني وهم ألمع أولاد المرجع الديني طبعا بالمناسبة هم محمد مهدي ومحمد باقر مهدي الحكيم كان رائد الحركة الإسلامية هو أرجال اسمالتهم وحزب الدعوة لم ينتمي معه رجال دين بشهادة طالب الرفاعي وتقدر تدعيه إلى الشهادة إلا عن طريق مهدي الحكيم أدخل كل اللي يقدر عليهم الرجالات الحوزة مهدي الحكيم ترك شهر بلا إلقاء قبض عندك علم المؤلخين قالوا هرب بل ما شهر هم قالوا يومين وطلع هو لا بقى شهر لماذا بقى شهر لأن المرجعية لم يرد تتصادم مع حوزة النجف وبالذات الإمام سيد محسن الحكيم طلع عن طريق عرعر بعدين لبس ملابس فشافت شرطة الحدود السعودية قال لهم أنا مهدي ابن محسن الطباء طباء الحكيم قالوا لنعرفك دزو كان في وقتها الملك فيصل قال لي أنت تبقى عندنا معزز مكرم قال لي لا أنا طائرة تنقلني إلى الأردن بصل إلى الأردن قال ليش إلى الأردن قال لي خالي حسن علي بزي سفير لبنان بالأردن لأن سيد محسن حكيم زوجته الأولى عراقية وثنة لبنانية هي منها باقر ومنها عبد العزيز ومنها سيد مهدي فنقلا إلى الباكستان وفي الباكستان أيضا انتقل إلى بقية في دبي وفي دبي استمالتها الدولة وما قبل قال لهم اللي تكذبون أمر التجسس قال لهم أنت تتأمر قال لهم هذا يعني رأي يبين لهم بأن أنا تحرق ضدكم أنا مو جاسس ليس كل من يتحرق لإسقاط نظام سياسي بأنه جاسس أنت شو تقول ما أدري لذلك بجهة نظر النظام جاسوس بجهة نظره هو مو جاسوس قطعا بجهة نظر القانون لا ما أعرف يعني القانون ما القيادة تحزب البعث قانون جاسوس طبعا هو التخابر بنظام البعث التخابر اجتماع مع سفير اجتماع مع سفير بدون إذن الدولة التخابر الاتصال سواء كان بالتليفون أو بالاتصال أو بالرسالة أو يعتبر لذلك هسا الدنيا كنت تتخابر خلينا نروح الفاصل ترى كساعد تقول لي جرس يالفا مقفة ونتواصل مع ضيفنا المؤرخ الأستاذ فائز الخفاج مرحبا بكم إذن خان النص مبرمجة ومدفوعة من قبل قوة سياسية تريد أن تضع في النظام أو على أقل تخلق حالة من الفوضة أو تحشيد شعبي لا تحشيد شعبي هي مو فوضة تحشيد شعبي البعث بأدبياته يعتقد بأنها فوضة حتى الحزب الشيوع لراقي صدر صدر بيانه وقتل الحسان عاكف ونفه صدر الحزب الشيوع بيانه أكد تعاطفه مع الحزب البعث الحليف ضد القوى الرجعي الحزب الشيوعي قال هناك بعض أدبياته هناك أناس رجعية تذهب يجب قطع أرجلها أو كذا الحزب الشيوعي لأنه كان بالجبهة بالجبهة خليناها سهالة هذا موضوع آخر بالسبعة وسبعين اعتقل كثير من الأشخاص طبعا بدأ جاسم الركابي قال لهم لا تطلعون أو إذا طلعتوا لسببوا المشاكل بدأ الصداة ملتزموا بكلام جاسم الركابي وقام لأحد قادت المواكب قال لا اسمع جاسم الركابي احنا ماشي بلهجة أهل النجف للحسين ماشي قال له بس تقنينوا وضعهم قال له ما نعترف به قال له هذا أمر قيادة قطرية أمر قيادة قطرية قال له هذا الحج هي إلك أو للبكر مو إنه انتهى نفضل الاجتماع بس مزعج طبعا عزة الدوري أبلغ باعتباره كان وزير داخلية وقال لك بيها تاية عبد الكريم أبلغ بهذه القضية بدأ الصدام هو قبل خان النص أعتقد بخان الربع خان الربع نعم وامتد قبل خان من خان الربع إلى خان النص بدأت الهتافات يعني صدام قل للبكر هذا الشعب ما يريدك بدأ الصدامات من بدأ الصدامات بدأ إطلاق الرصاص من بدأ إطلاق الرصاص لجأوا للخانات الخان هو أشبه شون قبلت بالعهد العثماني يسمونه الفندق خان هي اطلقت كتسمية بدأ الصدام بدأ التحشيد بشكل مطبيع ثاني يوم بدأت المسيرات استمرت المسيرات دخلت هنا مفاوضات بين مرجعية والقاسم الخو وبين الدولة ودخل سيد باقر الصدر أيضا بالمفاوضات ما أفضت المفاوضات إلى شيء واعتقل سيد باقر الحكيم مع مجموعة كبيرة وكان محافظ النجف ومدير أمنها كان لديه مشادة مع التهمه يعني باقر الحكيم واتهمه أبو القاسم الخوي بأنه وهنا رسالة عزة الدوري إلى حسل علوي نعم يعني الرسالة الرسالة بعد 2003 ذاك اليوم أي يعني قبل سنة نعم يشتزئ بعض الوقائع من ضمنها يقول له جاء مسؤول بالمخابرات مسؤول كبير بالمخابرات وجاء يمي وزير الداخلية وكان قاعد يمي تايا عبد الكريم قال لي أكو شخص عده رح نأمن يمك حتى نعد مباشر خلي يمك بوزارة الداخلية نعم نشرت الرسالة نعم يقول فقلت له من هو هذا يقول فرحنا أنا وتايهد نشوفه لقنا باقر لحمد باقر الحكيم أيهو وفان انزعجت نعم وقلت لها ورحت بلغت البكر وأعرف أكو علاقة وطيئة بين البكر وبين يعني علاقة طيبة بين البكر وبحس الحكيم وإيط الله محس الحكيم فيقول البكر انزعج وأمر بإطلاقه البكر أمر بإطلاقه ولكن أكوه في التشكل من المرجعية الدينية والتقى بالرئيس أحمد حسن البكر كان البكر جدا منزعج وقل لهم هذا تآمر وخيانة وقل لهم تبلغون الإمام أبو القاسم الموسى والخوئي بكلام الواضح قال له بس القضية هل يفرج عن بعض الأشخاص قال إن شاء الله خير يفرج عنهم ينقل كتاب الحركة الإسلامية بأن البكر لم يلتزم بهذا الكلام شكلت لجنة اللجنة للتحقيق محكمة بالبداية لجنة تحقيقية ومحكمة بعدين محكمة برئاسة عزة مصطفى وعضوية فليا حسن الجاسم بقيادة الطبيب الدكتور عزة مصطفى العاني وكان وزير صحة وعضو قيادة قطرية وأيضا فليا حسن الجاسم كان وزير دولة بوقتها طالع من الصناعة لا نطلعين من الصناعة وكان عضو قيادة قطرية وحسن العامري احنا حتشينا قلنا بالقضايا الطائفية عزة مصطفى كان ينتم من المذهب أهل السنة والجماعة ومعه الشخص الثاني وهو فليا حسن الجاسم من المقدادية شيعي فليا لا فليا حانا معت شيعي فليا حسن الجاسم شيعي المهم اللي احنا هنا الانتماء أنا ما لقيت تخمين لا لا الشيعي فليا حسن الجاسم أخوه علي حسن الجاسم يعني معروفين من الشيعة ديالة من المقدادية صارت التصويت على المحاكمة على لا لا هم رفضوا قسم ما حضروا المحكمة يقال أصلا لا لا ذول الثلاثة من شكلة المحكمة قل لهم فليا حسن الجاسم وعزة مصطفى نعدم من قال حايل اسماء قال ذولهم أصلا مقتلين بحد أثقان النص يعني نصادق على حكم قلوا للناس دون قتلوا بالصدام يعني قال نعدم أناس الآن هم بالثلاجات دول بالصدام صفوا يعني قال قلتوا لازم الصوتون بلغ حسن العامري البكر قال لعزة مصطفى يرفض ومعه من الرافضين فليا حسن المهم هو مو هاي قصتنا احنا قصتنا الاغتيال الاغتيال ففليا حسن الجاسم طرد من الخدمة ونفوه التكريت نفوه كمعلم تكريت وعزة مصطفى إلى العانة طبيب بقية من السبعة وسبعين للاثنين وثمانين لحتى تقريبا ثلاثن وثلاثن 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 غتيل لا غتيل بثلاثن وثلاثن بثلاثن وثلاثن بانزين خانة بانزين خانة المقدادية أنا كتبت عنه وصحح لي مصطفى ابن دزلسال كتبت عنه مقالب جريدة طالب الحسن كتب عنه كتاب بس أنا قبل طالب الحسن عن فليا حسن الجاس باعتبار هو زميلة كان معلم وزميلة بالله جيرانة دور المحل دور المحل بتكريت نعم جيرانة باب 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 وأعتقد هم درسة وسوية بنفس المدرسة الابتدائية مهم اغتيل 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 وبقي جثمانه مدة يوم لا 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 ساعات وقت وشاله بعد حسنا بغض النظر هو اغتياله لا شك بأنه السلطة ماكو وثيقة ماكو وثيقة فليا حسن الجاسم اصلا على مستوى المعارضة العراقية محمد باقر الحكيم لديه تصريح ينقل صلاح الخرسان في كتابه عن محمد باقر الصدر كتاب يجيش يفد 800 صفحة به وثائق هواي يعني بحدود 60 وثيقة ينقل عن محمد عن محمد باقر الحكيم قال حزب البعث اهتز من داخله ويعني أكوناس ما تخلت عن مبدئيته وهم عزة مصطفى العاني وفي ليه حسن الجاسم دكتور دكتور اكو قضية بالاغتيالة ما احنا جاي نمشي بيها الاغتيال اللي يسجل ضد مجهول لا اغتيال ولا اثنين ولا ثلاث ولا اربع بشخص خصم للسلطة ولم تتبنى القوى المعارضة اغتيالة وعائلة تحكد تقول ليس له خلافات اجتماعية انزين جثمانة لماذا أمر عدم رفعة هنا سؤال يطرح نفسه هو ماكو امر معلن هو الرجل خصم للسلطة يعني يعني مثلا اكو اشخاص اكو اشخاص من مرين ابقا حتى الخل شوف هو اكو شي بالاستنتاج واكو شي بالدليل بالاستنتاج العقلي نعم مهنا التأريخ بالاستنتاج العقلي نعم دكتور حميد احنا التأريخ نقل وعقل لو فقط نقل لا نقل وعقل الله احنا عرفنا بالعقل ام بالنقل لا طبعا بالعقل اذن التأريخ التأريخ هو عقلي ونقلي هنا التأريخ عقلي ونقلي احنا ما نحول الى القارئ او الكاتب الى ببغاء يحكي 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 احنا كثير من المؤرخين دكتور حميد كثير من اختصاصنا احنا اختصاصنا سيد الدكتورة بالتأريخ وانت قيمة الشهادة مالتك قيمة كتبك انه كلها شهادات ليش يسألك اكو شهادة اطبعا شهادات في نفس الوقت احنا بالتأريخ الهدف من قراءة التأريخ شنو احنا حكينا قبل الفاصل حكاية وتسلية احنا الذين يكتبون بالتأريخ الحديث الغالبية العظمى تتفقوا ايه 98% بقوا على مستوى يعيشون التأريخ ولم يستشرفوا المستقبل التأريخ الاوربيين هكذا ضمن مدرستنا اذا هاي مدرسة عتيقية مدرسة حكواتية احنا نجي لشخص اخر وهو عبد الكريم الشيخلي عبد الكريم الشيخلي طبعا مرح يكفي الحلقة راح راح ننتقل شفيق الكمالي وثاب السلطان نعم بالنسبة لعبد الكريم الشيخلي عبد الكريم الشيخلي وعبد الكريم الشيخلي رجل معروف كان عضو قيادة قطرية عبد الكريم الشيخلي قطعا شارك بمظاهرات المظاهرات 56 واعتقل المظاهرات انظمها البعثيين هناك حادثة وهو اضراب كلية الطب ينقلي دكتور محسن الشيخ راضي عندما كان طالب وعدا عاف كلية الطب كان المدير عميد الكلية كان بقتها وصائب شوكت اخو ناجي شوكت واللي كان الطبيب للملك غازي فكان الاضراب يقول قلت للطلاب انتم اضراب احد الطلاب قال نحن ناس الليبراليين من علاقة يا محسن قلت لهم لا اضراب هذا قرار البعث بعد توق خلايا خيطية بس نشط على مستوى الطلاب فيقول عندنا طبيب قبل الاطباء والتدريسين غالبيتهم اجانب العراق ما بيكوادر حكوا ايه بالانجليزي قال لي محاضرة هاي ما اعرف اكو اضراب انا في بريطانيا الاضراب لا يكون بالدرس الدرس ما العلاقة ولا القطاعات الصحية يقول عنده سجل ضربته بالسجل صدر صائب شوكت قرار بالفصل كان في هذه الفترة عبد الكريم الشيخلي ايضا طبيب وين بالطبية للمعلومات وعبد الكريم الشيخلي ما تخرج من الطب انا ما اثرت على شهادة عبد الكريم الشيخلي كم ملطب مش يعني المرحلة الاخيرة وتوقف بالاربع او ستة عبد الكريم الشيخلي صديق لصدام شاركوا بالاختيال بالتسح وخمسين مار رأس القرية سليم عيسى الزيبق وحاتم حمدان العزاء والان هو بالقاهرة تقدر تستفاد من شهادته وعبد الوهاب الغريري سقط بها قتيل وصدام حسين مجيد التكريت يعني ذول وين وصل الاغتيال بعدين شنو الوثيقة عندك على الغتيال هو اغتيال بال سنة ثمانين بالثمانين يعني بالمازيخان حتى قبل العظمية بالثمانين بالثمانين بدأت الاغتيال يعني هو كان بالأرواع ستين قلنا نحن مسؤول قيادة القطرية بعدين انتقل وزير خارجي لسانه طويل عبد الكريم الشيخ لي لسانه طويل يعني عبد الكريم الشيخ لي كانت من صدام يستهزئ به كان هناك مشاكل نقل كسفير وطرد من القيادة القطرية كان طرده واضح لما البكر يعني سمير النجم العفو كان في وقته أحد الأعضاء القيادة ما موجود فصار أدنى البكر يطرد هذا الشخص صدام قال له أيضا أو صار العكس فطرد هو وكريم الشيخ لي كريم الشيخ لي هو سبب اغتياله اتهم بمؤامرة لا اذا اتهم بمؤامرة يعتقل يعدى ما يخافون منه لا هو هنا القضية التصفيته اللي عليه شبهة بالعكس يعتقلون لا هناك قضية مثل مهد الحكيم كان يؤثر عبد الكريم الشيخ لي كان نوعا ما تصفيته أسهل من الاعتقال لأن خيوط المؤامرة واضحة طبعا ذكر كثيرين بأنه مرتبط مع البكر بعلاقه كان يزور البكر أنا سألته لعبد السلام المهندس عبد السلام محمد حسين البكر قلت له يزوركم هنا لازم الشهادات هنا دور المؤرخ الشهادات المتضاربة كيف نستطيع أن نقربها عبد السلام البكر أول شيء أنا عندي معلومة أن البكر ما يحبه ما يحب من؟ ما يحب عبد الكريم الشيخ لي مع علاقة سلبية معه من زمان شو قال عبد السلام؟ عبد السلام قال الرجل ما يزورنا وأنا موجود كنا في بيتنا اللي بالكرادة مريم كرادة مريم قرب القصر الجمهوري قال نحن من طلعنا والدنا البيت اللي سوى الحزب متحف بعل الصالح بعل الصالح كان هو البيت البكر كان بعل الصالح عرف عرف عروفة أيها بعل الصالح ب68 البكر خو ماي قاعد بعل الصالح قاعد بالقصر الجمهوري طلع من الفترة من الاثنية من التسعة وسبعين من التسعة وسبعين من الحكم الاثنين وثمانين أنا عندي شهادة البكر وهو في بيته ذاكرها مدونها هاي ما محد مدونها وبعدين من عبد السلام ايه من عبد السلام شهادة مهمة عن البكر في بيته وأنت إذا تحب أنا هنا درست احنا هنا بهاي الكتب حتى لاش شعبنا حتى نرجع لشهادة هذا عبد الكريم الشيخ لي قال ما يزورنا للبيت اطلاقا شنو بعدين شستنتجت ما يزورنا للبيت قال مرتبط المؤامرة ما أعرف أنا من خلال تقصي أن هناك أكو علاقة مع بعثيين في خارج العراق هؤلاء البعثين في خارج العراق عبد الكريم الشيخ لشخص ذكي لا يترك وثيقة ولكن صدام لمسه إنه متآمر لأن هم أصدقاء وحتى في مصر جلسة وسوية وهو اللي بلغ صدام بالقلاب 63 ويذكرها صدام فيه كتابه بسنة ثمانين صدر أمر بتصفيته يعني بعض البعثيين كان حاضرين بالاجتماع قال كل حادثة سجدوها ضد مجهول إلا عبد الكريم الشيخ لي ماذا قال؟ صدام فيه يعني اجتماع اجتماع حزبي طبعاً لماذا سجلوا إذا موضل مجهول؟ على مود يتأدب المتآمرين البعثيين ما سجلوها رسمياً هم موضل مجهول؟ قال لهم أنتو بشيعوها أن الدولة صفتة طبعاً صاحب اقتراح التصفية شخص دوري كان جالس في بيت خير الله طلفاح منو؟ شخص دوري الآن أنا ما يحضرني اسمه موجود بالشهادة هذا الشخص قال أنا كنت جالس وقريب من خير الله طلفاح فاجأ صدام لزيارة شخصية بيت حج خير الله طلفاح الموجود بالدورة هو انتقل فطلع للدورة فيزوره يقول صدام بين فترة يقول احنا مجلسنا أشبه بمجلس خاص بس يقول هو بابه فاتح للكل يعني مثلاً من يجي ضيف غريب ويجي صدام الضيف ما يطلع لذلك يقول حج خير الله طلفاح قل للصدام قل للصدام الشهادة اللي ناقل إلها يعني عن هذا الشخص منه حسن العلوي ناقلها إليه تلفونياً عن هذا الشخص هو ناقلها لحسن العلوي قال فصدام من جلس خير الله طلفاح قل للصدام قال صدام أو هم بلهجتهم جي سمون اصدام يمكن أن يكون الشخص إذا والده كردي يحكم العراق يعني هو كردي وأبوه كردي قال لا يمكن قال لا عدنا نحن طه يا سير رمضان يعني حاج تنظيري للمعلومات خير الله طلفاح أنت استضافية تايح عبد الكريم وهو الذي حرض على قتل حردان الشخص الثاني الذي حرض على قتله هو منه عبد الكريم الشيخ لي لأنه صاحب تحريض قديم يستخدم صدام للقتل دائماً من أيام سعدون الناس صدام صدام بهذه المرحلة التحجانة مو مو يحرض مو يحرض صدام قائد ذهب هنا صانع قرار هنا صانع قرار صانع قرار ما يتأثر يأثر ما يتأثر صراحة نحن بالنسبة بهذا الكتاب بعدنا رح نتناوله صدام في كثير من الأمور تأثر بالخال هاي بالبداية تأثر بالخال بالعكس من صار يعني بقى واخر فترة نيابته من كان هاي صحيح هاي صحيح كان أبعده 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 ليش أبعده يعني أبعده كان هو كان يسيئله سيئله سيئله الدولة وهو مو يسيئله الفرق بين صدام وخيرط الفاح صدام من يصادر أملاك شخص يصدر قرار يأخذ الملك خيرط الفاح يطرد كان يفشر عليه يعني معروفة هاي أولا أنمات خيرط الفاح مؤنها سجاية خيرط الفاح قدم له ما ضيحتك ما ضيحتك نحن بالنسبة لخيرط الفاح قال له يمكن أن يكون الشخص دا والده عتال هو عتال هاي شهادة يعني وين يديوصل قال لي يمكن أن يصير الكذا فشر وين تيوصل قال لي من هو تقصد قال لي عبد الكريم الشيخ قال لي أنت مو عندك معلومات أنه يتأمر شو نسبب التأخر يعني انت شخص تعرف يتأمر هاي رواية عن من هاي رواية عن هذا الشخص عن حسن العلو هاي عن العنعنة ما نمشي به هاي عن العنعنة ما نمشي به هاي العنعنة ما نمشي به إذا العنعنة نجيب عشرات الشيء لا لا اسمح لي اسمح لي أحن الريد شاهد من الحدث من الحدث من الحدث من الحدث من الحدث من الحدث بالمحكمة بالسجلات المحكمة الجنائية وأوقفت قضايا تصفية البعثيين لنسأل المحكمة أنت له شفت قراراتها فقط المحكمة البعثيين أن ما قدم خصومهم فلذلك عزيزي أستاذ فائز أنت قرينتك قرينتي أن المحكمة سألوا أحد أخوة صدام قال من هو مسؤول على الإغتيال قال الدولة من هو أحد أخوة أعتقد سبعاوي سألوا مو تعتقد أنت لا لا أنا الاسم هنا ما يحضرني موجود ولكن هو سبعاوي على الأرجع سألوا يعني بشكل عام بس كريم الشيخ شنو الوثيقة منو شلون دكتورنا العزيز دكتورنا العزيز بالنسبة على مستوى كريم الشيخ هو خصم للسلطة خصم للسلطة هنا السلطة هنا السلطة ما صدر وثيقة دكتور أتد الشخص الذي اقتل يقول أنا قتلته قناعة جمعية نعم النظام اقتاله بس الفرق بيننا وبين القناعة الجمعية إحنا نحكي بتفاصيل وثائق أكو تفاصيل أو أكو تفاصيل أكو وثائق يقول لي أو مقصول دكتور هاي شهادات ولكن السؤال النظام اقتاله منه اللي اقتاله أنا أحيل السؤال إلك هذه أنا أعتبرها يعني ما يتعلق مع عبد الكريم الشيخ لي شهادة ضعيفة لا تزعل لا أنا بالعكس أنا دكتور هاي العلعانة كلها كلها العلعانة هاي ما موثقة هاي هذا هذا التاريخ الحكائي اللي نحكي عنه هشتد التحشير تاريخ حكايات لنا مو حكايات فلان قال مو حكايات دكتور حميد دكتور حميد بس إذا تضطيني دقيقة هو إحنا الآن وصلنا إلى قناعة أن النظام الذي اقتاله إيم إيم عضو قياة هاي القناعة ما تحتاجها استضيفة تحشي عنها أنا قلت لك سؤل سبعاوي قيمة حديثك معي وللناس أنه عندك وثيقة ما عندك وثيقة أنت لا توثق شهادة حسن العلوي ننتقل بشخص آخر من وغيره عدنا شفيق الكمالي عدك شهادة عنه شهادة نجلة ابنه نجلة نجلة يعرب شفيق الكمالي من البعثين القدماء شو يقول يعرب يعرب ينقل لي يقول الوالد احتقل هي هاي قضية بسبب الاحتقال يقول امتازت علاقة الوالد بأنها سلبية مع صدام حسين مع صدام حسين حتى ينقل وليد عمر العلي بس هو اللي يقول تبارك وجهك القدسي وفيناك وجه الله ينضحه بجل حاي إلا له البحر العلوم نائلة معروفة مهنا أنا جاية يا بحر العلوم هنا مؤجاية كان بهاي الأبيات مهنا جليل العطية يسأله سؤالك اللي جايت وجهه اللي يسأله جليل العطية يعني بكتابه الموجود اللي اطبعه قال لجليل العطية أبا يعرب يقول تقتبيه بلكويت قلت لأنت تكتب خارج قناعتك يقول تنهد وانهمرت دموعه وقال لي أنا مرشح للتصفية للقتين من يروي هاي جليل العطية هاي مو عن عن أنا راح دخلك بيعرب ايه يعرب ايه ايه يعرب بلا وانا ذاك السؤال مقتنعي وهاي قناعتك يعرب فلذلك هاي الأبيات اللي حتيت عليها هو يكتب مجبر يقول تحولت إلى مداح صدام كان يكون له العداء من أيام القاهرة وبعديا بـ 68 كل العداء وليد عمر العلي يقول لما نجح القذافة بالحكم بالتسعة وسبعين تشكل وفيد عفو تسعة وستين تشكل وفيد على رأس صدام وصلاع عمر العلي وشفيق الكمالي الشخص الآخر بعد ما أعرف منه يقول فأنا أسوق بالسيارة قال لي صلاح احنا علي من أندز على السايق انت أخذني يقول وصلنا للمطار في ذلك الوقت يقول احنا أقلعنا من مطار المثنة بطائرة عسكرية شنو هس الإجراءات ليش مطار المثنة هاي مو يمي يقول تأخر شفيق يقول حقص صدام على شفيق تأخر شفيق يقول قال صدام احنا نمشي يقول انا وين واقف ورا صدام مباشرة وصلاح يم قال لي صلاح احنا نمشي الوقت أخذنا قال لي شفيق هس يجي قال لي شنو يجي هس شفيق هو رجل مثقف وكان شفيق ينتقص من صدام بمجالسه يصي على عبد الجبار العمر وين السيد النائب كان نائب الى هاي دار الشؤون اللي تأسوها الثقافية فكان يوسط الحجة صدام قال احنا نمشي بين نمشي وما نمشي صدام تلفظ كلام قال هو يمت مو باشر احنا اليوم رايحين بس هو هس ما يحتاج دقو لكم على عاهرة خابروها قبل أرضي خابرو لكم عاهرة تلقونا سكران نايمو بحضنها يقول بين هذا الحجي يتجادلون نمشي ما نمشي يجا شفيق هو حاقد عليه بجهة فخرقة دوري في كتابه يعني هكذا عرفت خلينا بيعرب شو يقول بيعرب يقول كان حاقد عليه من هذا الجانب خلينا بواقعة واقعات السجن يعرب ويقول احنا اعتقلت بالبداية اعتقلت في البداية وكان سبب الاعتقال ان التهمة ملفقة شن هي التهمة ان هو جالس ويا زملاء الطلاب هؤلاء الزملاء ينكت على صدام اعتقلوا وقال هاي موسوالفة كنت تتنكت هاي يعني ماذا لون والدك يعرف هو موسغير المهم اعتقلوا بس اكرواي انه العلاقة ببهر يحسب الدعوة كذا هاي هاي عنعن هاي مو انت ترفض كلمة العنعن هو يقول هاي جهس روايتها هاي هاي روايتها انت ترفض العنعن فان رحب لك هاي يقال يقال هاي القضية ان هو اعتقل هي على سالفة العنعن هو سبب اعتقال شفيق الكمال ينقل ستار الدوري بان على سبب مرا يحبها صدام ويحبها شفيق بعدين بنهاية الحلقة سرحة انت هو شي يقول بعدين سبب الوفاة شنو الوفاة يقول ضرب حقنة حقنة هاي الحقنة بسجن بالسجن قال له لها قال انا عندي ضغط مرتبط وكذا المهم طلعوا اجي هشام صباح الفخري اجي مدير مخابرات نعم فقال كذا وطلعوا طلعوا بقت خلاف يعني هو كل العداء يقول راجعنا الطبيب كان طبيب خاص الي يقول فخذيت انا وقع مات قال له مهم بعدين همس للطبيب قال هاي حقنة من ايام السجن تسببت بلوكيميا دم بالسرطان الشهادة ليعرب شفيق الكمالي ابنه هاي مو عن عن هاي مكتوبة لو شنو لا الرجل انا تخابروا يا باستمرار ودزهائلية والرجل موجود في اربيل يعني كان شاهد على وفاة والده يقول انا اخذ ثوياي للطبيب يقول بشكل طبيعي هو يتمشي يترجى صحيح مريض بس مو كل مريض ما يمشي يقول وقع طاح الطبيب اسمه احتقد حكمة ابراهيم طبيب كان موجود في بغداد وهذا الطبيب يعني وفا على اثر حقنة سامة حقنة سامة ادت الى الحقنة ادت الى سرطان لوكيمة قال للطبيب هاي هاي تتسبب فترة بسيطة قال بين اعتقاله بين اعتقاله والافراج عنه والافراج عنه كان هذه القضية او قبل هذه القضية قول اه توفت والد الطارق عزيز بشهر شهر شهرين يقول انا والد رحنا نسل للفاتحة او لقينا فاضل للبراك فقال لابو يعرب يقول قاعد يبني يقول انا موجود شونك وشنون صحتك شتغل قال له والله اشتغل لو بقال لو كذا قامض حقال قال لشن قال انت بسديته والطرق علي تدخل بجوع من البحثيين باخراج قال الرجل ذل والرجل الرجل بعد التسعة وسبعين كل عمره كان اشلون معنا اشلون طلع من التسعة وسبعين لذلك يعرب نقل هذه الشهادة لي وهذه الشهادة مباشرة حتى هم رفضوا يسويوا لفاتحة الاتحاد الودباء كتب كتاب بكتها الى السكرتير صدام الحسن يعملوا لفاتحة بالاتحاد انا عقدة مقارنة بين شفيق وبين صدام يعني الشفيق كان اديب كاتب صدام كان يميل للحال انتهى زمن الحلقة ولا مقارنات رح نروح للحلقة ثالثة واخيرة مشاهدي الكرام انتهى زمن الحلقة الثانية من حواراتنا مع المورخ الاستاذ فأز الخفاجي لنا معه حلقة ثالثة واخيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة